على الرغم من الهيبة التي لا شك فيها لدور المجلس الدستوري الذي إذا أصدر قراراً فإنه لا مجال للطعن فيه بأي شكل إلا أن هذا الدور لم يكتمل نصابه ولم يتمكن تالياً من اتخاذ قرار مصري في البلاد فالمجلس الدستوري الذي اجتمعت هيئته لبت الطعن المقدم من رئيس الجمهورية وكتلة الإصلاح والتغيير في قانون التمديد للمجلس النيابي لم يستطع أن يوفر النصاب المطلوب بعد تغيب ثلاثة من أعضائه حتى تكون الجلسة قانونية لازم يكون الحاضرين 8 يعني ما فينا نقول الحاضرين 5 أو 6 نظر لخطورة المهمة مثل ما قلنا وأكتر من هيك لما بدون يصوتوا على إبطال على رد إبطال على أمر ما خصوصي بالنسبة للنظر بدستورية الأوانين لازم يكون يعني ينال القرار 7 من أصل 10 أو 7 من أصل 8 إذا كانوا حاضرين أما الأعضاء المتغيبون فهم القاديان الشيعيان محمد بسام مرتضى وأحمد طقي الدين والقادي الدرزي سهيل عبدالصمد وبحسب مصادر الجديد فإن سبب تغيبهم هو عدم موافقة المجلس على ورقة قدموها عشية الجلسة تطلب أخذ إفادة قائد الجيش والمديرين العامين للأمن الداخلي والأمن العام بشأن الوضع الأمني في البلاد لتقويمه المجلس الدستوري كمان عنده مهلة معينة للبت بتعن بدستورية قانون ما ليش هالمهلة هذه أصيرة هي 15 يوم بعدما المقرر يكون عطى تقريره بفرصة مهلة 10 أيام وبعدما رئيس المجلس عندما تنقضي الأيام العشرة رئيس المجلس خلال خمسة أيام بعين جلسة إذا منعقد هيئة المجلس الدستوري بالنصاب القانوني على رئيس المجلس الدستوري أن يعلم السلطات المختصة بأنه تعذر الإنعقاد بالنصاب القانوني وبالتالي ساعة بيأخذوا علم أن الأنون صار نافذ في اتصال بقناة الجديد أكد رئيس المجلس عصام سليمان أنه دعا إلى جلسة في اليوم التالي والمحكمة لازم يكون تحت إيدها كل الوسائل بتمكنها من التثبت من بعض الحقائق من حق يعني طبعا أعضاء أي محكمة أعضاء أيهاية دستورية التثبت من الوقائع وإجراء التحقيقات اللازمة الملف بحسب قانون المجلس يحال عادة على أحد الأعضاء من قبل الرئيس لدراسته لكن الرئيس سليمان أحاله على نفسه وقومه أمر عده البعض غير قانوني اللي قام فيه الرئيس هو أمر طبيعي أنه أعطى لنفسه أوكل لنفسه مهمة الدراسة بدون شك متى يعطي الرئيس لنفسه هذا الدور؟ خيار لأله الجلسة الثانية المقررة للمجلس الدستوري لا تبدو أكثر اكتمالا من التي سبقتها أما قانون التمديد فبات شبه مكتمل في ظل هذه التطورات الانكسام الحاد في البلاد طال حتى المجلس الدستوري الذي كغيره من مؤسسات الدولة لم يستطع الاتفاق واتخاذ القرار المناسب ولكن وبغض النظر عن النتيجة فإن التمديد لمجلس النواب وحده الشعب اللبناني هو الذي يقرره من أمام المجلس الدستوري نوال بري قناة الجديد